كل التحية والتقدير لكل الناس اللي بتشتم وكل الناس اللي بتمدح طبعا لا يستوي الخبيث وبقضيب ولو اعجبك حاجات كتيرة جدا عادي خلي بالك النهاردة احنا الاحد اللي موافق 23 مايو لسنة 2021 فجر الاحد اذا كنت انت بتشتم وانت مش طرف حاجة يعني عايز اقول بس حاجة مهمة من الذي اعطى اي حد بيشتم عبد النصر زدان من خلال المبادرة اللي انا اطلقتها بتاعة حوار القرن مع مرتضى منصور ان يتدخل في حياة الشخصية ما فيش حد لحق انه يتدخل في حياة حد الشخصية ولنا عند استعداد ان اقول لك مبررات شخصية ولكن اللي انا عايز اقوله لك ان اوعى تفكر ان البني ادم المتسامح والبني ادم القوي جدا 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 عند ربنا وعند الناس المؤمن بثقافة الاعتذار يخشى مواجهة اي احد ليه لان اي حد ربنا اداله قوة التسامح وقوة الاعتذار في اي شيء تجاوز فيه في حق احد فهو يتاجر مع الله لانك انت لما تخش القبر بتاعك باذن الله تعالى وكلنا الى القبر زاهبون ما فيش حد اينفعك او ايركبك شطانك ولا تخلي حد يخليك تضحك على نفسك ويدي لك قوة زائفة في الدنيا انا النهاردة كلامي كان واضح لما جيت دعيت لحوار القرن وارفقته بالفيديو العالمي بتاع الاعتذار اللي كسر الدنيا مش عارف ليه يعني ولكن انا بشكر ردود افعلكم كان نصب عيني اني انا ابدأ مسيرة جديدة مع نفسي ومع حياتي الشخصية وحياتي الاعلامية واعتذاري كان واضح اي لفظ خارج قلته انا باعتذر عنه اي لفظ خارج قلته انا باعتذر عنه الحمد لله ردود الافعال يعني رسائل بالالاف وردود افعال قوية جدا بشكر كل الناس عليها وبشكر الاستاذ احمد سعيد صديقي المحترم وبشكر صديقي العزيز واخويا الحبيب الاستاذ ابو المعاطي زكي وان كنت لم اكن اتمنى ان حد يتعمق في الامور الخاصة بيا في هذا الملف ولكن بشكرهم شكرا جزيلا على الروح وعلى التكاتف وعلى الاخوة وعلى المحبة ودعوة التصالح ودعوة التسامح ودعوة الاعتذار دايما تلم ما بتفرقش وعلشان كده انا مش مش حزين من اي حد بينتقدني ولكن متدايق من اللي بيشتم وعايز اقول له حاجة لو انت عندك محضر كهرباء ولا جالك كمحضر بيئة قدام بيتكم ولا بتاع الحي عد عليك وليقي شوية طوب واسمنت وشوية رملة ورق عمل لك محضر اشغال قريق ما بتعرفش تنام الليل الا لما تروح تسوي هذا المحضر وببساطة انا مقبل على مرحلة جديدة اتمنى ان تكون مرحلة كلها صفاء ونقاء ومحبة واخوة للجميع وبعد كده انا وعدت اني يعني قبل رمضان على فكرة انت لو رجعت عتلاقيني بفضل الله عز وجل بديت اتكلم على موضوع المصلحة بشكل غير مباشر من اول يوم في رمضان وقلت يا جماعة اوعدكم اني انا في مرحلة مراجعة مع النفس لن اتلفز بلفز خارج ضد احد ولن اقول اي صفة هين احد وساعدوني يعني يعني يا اخي اعنوني ما اقعت الله ورسوله يا اخي انا ارى ان البني ادم اللي بيدعو الى التسامح الناس تقول له ربنا معاك واحنا واقفين جنبك طيب ماشي انت حضرتك بتشتمني وبتعتبرني ندل وبتعتبرني خاين ما تيجي حضرتك تتفضل تحارب اتفضل يعني اتفضل حضرك وريني نفسك انا راجل علي 1150 قضية وفي حرب دائمة مع مرتضى منصور وحرب دامت لاربع سنوات جميعنا فيها حقق ما حقق سواء من مكاسب او من خسائر وفجأة ربنا سبحانه وتعالى الهم طرف من الاطراف ان يدعو للسلام والتصالح وانا بدعو للسلام والتصالح وانا بدعو للسلام والتصالح او اتفكر اننا مجدرس ردود الافعال انا عارف ردود الافعال الغاضبة والقابلة ولكن اللي انا بسأله لك يعني انت وانت بتشتمني فين المروء جواك يعني ربنا سبحانه وتعالى عندما يبتليك بمقروه وبتقول يا رب انت عايز ربنا يقبل منك ازاي وانت مشاحن او عندك بغضاء يعني انا لما جاء قد مع شيخ زي فضل الشيخ رمضان عبد الرازق ولا اصدقائي من الائمة من المفترض اتعلم منهم وقت ما اتعلم منهم انا اصبحت مسؤول عن الشيء اللي ما كنت اش اعرفه وعرفته يعني انا ما كنت اش اعرف تارك الصلاة جزاو ايه عند الله وما بصليش ربنا سبحانه وتعالى ممكن يغفر لي لاني انا ما اعرفش يعني ايه صلاة ويعني ايه تارك الصلاة او هذا حقه اصيل وعماد من عماد الدين وقيت اعدت في مجلس وعرفوني اللي اعدين سواء كانوا مشايخ ولا غير مشايخ ان الصلاة عماد الدين ومن تركها فقد ترك الدين ومن احياها فقد احيا الدين واذا صلحت صلح الامل كله واذا فسدت فسدت عمل كله وكلموني عن الصلاة وسواب الصلاة وعقاب تارك الصلاة اصبحت من هذه اللحظة مسؤول امام الله واصبحت عارف بعقاب الصلاة فاصبح ترك للصلاة مضاعف الثواب فيه لاني انا اتعزت واقبلت بعد معرفة ومضاعف السيئات ان اهملت وتركت الصلاة لما تيجي ليلة النص من شعبان وتعرف ان ربنا بيغفر لكل الناس مع عدل مشاحن الناس تهمني في ايه يا اخي عايزة صف في نفسي يا اخي عايزة اقول يا رب وانا ما فيش بني من اي حد خلاف يا اخي انا راجل في كل المبقات والعيوب يا اخي راجل لم يترك شيء الا ما فعلوا في الدنيا من سيئات وقرر ان يقول يا رب سمحني انت شايف ان هذه الدعوة لا تستحق المساندة انت لا تعني من قال يا رب ولا تعني من قال انا عايزة افتح صفحة جديدة خلي بالك المتسامح قوي مدام متسامح لوجه الله والمتصالح مع النفس قوي مدام هذا التصالح تجارة مع الله يعني انا لا يعنيني رد مرتضى مرسور ايجابي او سلبي حتى لو طلع شتم ورفض المبادرة ولا يعنيني رد فعل الناس حتى لو شتمت ورفضت المبادرة ولا يعنيني الا شيء واحد اني لا يمكن ان اسمح لنفسي ان اجد نفسي وانا في السن الخمسين مقبل على نهاية عمري وانا في هذا الكم من المشاكل لا يمكن انا بقولها لك بكل قراءة لا يمكن اني انا اجد نفسي في هذا الكم من المشاكل واسكت في حلقة اخر الشهر سادى حدث فيها عن اذباب مباشرة واشخاص مباشرين وامور الرأي نعم كله عايز اجابات عليها اللي مستعجل انا مش عدي اجابات فردية لحد ولا اتكلم يعني هل يعقل ان انا مثلا النهاردة بعلن تصالح مع مرتضى مصور عشان اخسر ناس تانية لا طبعا او النهاردة انا بعلن اني انا باعتذر لابو المعاطي زكي اذا كان زعلان مني علشان اخسر احمد سعيد لا انا دعوتي تسامح للجميع تصالح للجميع والنهاردة انا استقبلت ببيتي مجموعة من الزملكوية الافاضل وعلى فكرة الصور اتنزل على صفحة الاعلامي عبد النصر زدان وتكلموا معايا يعني في بعض الناس من اصدقاء الزملكوية بقاتوا لرسائل وعايزي ان نقعد معك من اعضاء الجمعية العمومية في نادي الزمانك وبعض الجماهير وكانوا حوالي سبع افراد سبع او تمانية استقبلتهم في بيتي بعد مباراة النادي الاهلي وكان بيننا من بعض حوار مطول ويمكن ده اللي خلاني مطلعت شلاي في النهاردة ولكن بعيدا عن المنظرة استفدت كثيرا من هذه الجلسة والناس نقريت لوجهة النظر سواء من اعضاء الجمعية العمومية داخل النادي او من بعض الجماهير الزملكوية المتابعين سواء المتواجدين على سوشيال ميديا او الناس العادية اللي في الشارع وقالوا لي الناس منقسمة وانا كالرد زي رد معاكم لا يعني للناس ولكن اللي استوقفني لان انا بعتبر قرار التصالح والتسامح ده قرار شخصي بيني وبين الله يجازين الله عليه خيرا ان كنت صادقا ويجازين شرا ان كنت بتجربي وما اقصد الا وجه الله هو مرضاة لوجه الله عز وجل انت ايه تصدق ده صدقه ما تصدقوش لا تعنيني يا اخي من كان الله معه فمن عليه انا خلي بالك لا اتجر بالكلمات انا بتكلم بمنتهى الارتياحية والصراحة معاكم والصدق والمصدقية وقفت كتير عندي كلام بعض الاصدقاء الزملكوية اللي قولي في موضوع اني انا ضليت الطريق اثناء خلافي مع مرتضى منصور واعتبروا شق من اللي انا بقولوا تجاوز في حق جمهير الزملك بمعنى اني انا في 2016 كنت بعمل برامج رياضية استمرت من 2004 لغاية 2017 ما فيش مرة وقهت اهانة لجمهور الزملك فانا رديت وقلت لهم انا لا يمكن اننا نهين جمهور الزملك لكن في ناس بصة اني انا مساند للاهلي وبحب جمهور الاهلي يبنا ضد الزملك طب دول اعليقهم نفسيا ازاي دول مرضى يعني انا النهاردة زغرت للاهلي لما فاز وصعد للدور قبل النهائي وفاز على سندونز ذهاب وعودة 3 واحد في ناس طلعت شتمتني وقالت لك مش عارف ايه وايه وايه يا اخي انا مدين بالولاء لجمهور النادي الاهلي وبدافع عن النادي الاهلي عشان سندني وقف جنبي فرد علي قال لي وهكذا كان الزملك ولكن اسأل نفسك وجمهور الزملك بععد عنك ليه قلت له بسبب خلافي مع مرتضى منصور وما زلت اؤكد ان كل ما نشرته من مستندات سليم 100% قال لي لا في ناس كتير جدا على خلاف مع مرتضى منصور وزعلنا منك وخدت موقف منك وكان الكلام ده الاول مرة اسمعه وصدمني يعني الدرجة ان فيه حد قاعد قال لي انا مثلا كنت ضد مرتضى منصور وضد اسلوب وضد تجاوزاته ومع ذلك كنت معاك ودلوقتي اصبحت ضدك الدعوة للمصلحة خلت ناس كتير جدا تب معاك ودي احسن بداية انك انت ترجع ملكي للجميع كما كنت محدش قال لك ما تسندش الاهلي ومحدش قال لك ما تفرحش للاهلي واعمل اللي انت عايزه للاهلي بس زي ما بتعمل للاهلي اعمل للزمالك قلت له طب ما هو في ازماتي كلها جمهور الاهلي وقف جنبي وجمهور الزمالك شتمني وتخلى عني بتكلم بمنطقة الصراحة اللي حصل في الجلسة قال لي اسأل نفسك ايه اللي حصل وخلى جمهور الزمالك يحصل ده فقال لي حاجات وسمالي حاجات صممت ان انا اعمل الفيديو ده علشان خاطر اعتذر عنها وبرضي بكل قرأة وخلي بالك اعتطلع تقول لي عبد الناصر بيعتذر مش عربوس ليس عيبا ستجد مفاجآت مني الفترة القادمة ربما يشيب لها الولدان يعني مع كل هزيمة للزمالك ما كان لي اني انا اخرج وكيد واتحك وكأني شمتان في الزمالك انا والله كنت اقصد الادارة ولم اقصدي الجمهير ولكن الناس فهمت اني انا بغيظ جمهير الزمالك وبكيد جمهير الزمالك اقسم بالله في ساعة الفجر ما في مرة امرت على نادي الزمالك واقسم بالله العلي العظيم ما في مرة اعدت خطط الهج من نادي الزمالك ولكن الزمالك مبتلى بابناؤه ابناؤه غير امناء عليه وهذا هو الفرق الجوهر اللي لازم تعرفه ما بين الاهل وبين الزمالك في الاهل الاهل فوق الجميع من ابناؤه في لحظة يبى الخلافات بينهم تصل الى عنان السماء في لحظة تقول مصلحة الاهل الكل ينسى خلافاته وينحيها جانبا ويعلي من شأن الاهل عكس الزمالك تماما وكل ابناء الزمالك عارفين الكلام ده ولكن اذا كنت قلعت في يوم من الايام زغرت عشان الزمالك اتغلب ولا لبست سلطانية عشان الزمالك اتغلب ولا لبست ازدال عشان هدي الزمالكوية انا بقول انا باعتذر لكل جمهور نادي الزمالك عن اي اساءة تسببت فيها لجمهور نادي الزمالك لان ما ينفعش انا اقول في صفحة جديدة ومصالحة وبفتح صفحة جديدة وفي ناس زعلانة مني ايوا ببدأ صفحة جديدة ومصمم ان ابدأها بكل قوة ولا يعنيني ردود افعالها بس اعايز اقول لكم على حاجة يا جماعة لما تشوفني بتكلم عن النادي الاهلي ملكش علاقة بيا لكن حسبني لو انا اتكلمت وحش عن نادي الزمالك هي صفحة جديدة ابدأها مع جمهور نادي الزمالك وبقرر باعتزر لجمهور نادي الزمالك وللاخوة الافاضل اللي قولي هنا ولكل جمهور نادي الزمالك في العالم كله عن اي اساءة تسببت فيها او قرح او او انتقاما من الزمالك ولا كيدا في الزمالك ولا النيل من الزمالك وارغو واتمنى اني وانا بتكلم عن الزمالك مفيش حد اهلاوي يزعل مني وانا بتكلم عن الاهلي مفيش حد زملكوي يزعل مني وانا في برنامجي عامل فقرتين الاستاذ احمد السيد يدافع عن الاهلي بضراوة وانا بابا معاه اهلاوي فقرة احمد السيد مع الاهلي والاستاذ علاق همام يدافع عن الزمالك بقوة وفقرته بابا أنا مناصر ومعاه في الزمالك ولكن أي أخطاء لن نسكت عليها وأعلن دعمي وتأييدي لحسين بي لبيب ومجلسه الذي تم تعينه منذ ساعات وبقول وأدعو جمهور الزمالك ونحن نصف النفس أن نقف خلف النادي على قلب رجل واحد لأن حسين لبيب رجل محترم وكل الناس اللي معاه محمد الأتريبي نائب الرئيس هاني شكري عدو مجلس الإدارة هاني زردة عدو مجلس الإدارة كل الإخوة التنفيذيين الدكتور حسين السمر المدير التنفيذي المدير النشاط الرياضي المدير المالي كل الناس والإدارة الجديدة أفاضل ومحترمين ويستحقون المساندة وأتمنى أن كلنا نبدأ صفحة جديدة ونساندهم لأنه خلاص هذه المجلس جاء لإجراء الإنتخابات وليس لتعيين لمدة سنة وده اللي احنا كنا ضده وبالمناسبة بتوجه بالشكر للوزير أشرف صبحي اللي استجاب للمبادرة بتاعتنا وسمع سوء الزمن الكوية سواء أعضاء جمعية عمومية أو أعضاء أو جمهين نادي الزمانيك أنهم هم الناس كلها عايزة انتخابات وبناء عليها هذه الإدارة الجديدة كلفت بإبراء الانتخابات وستدعو للانتخابات في الأول من سبتمبر شهر تسعة عشرين واحد وعشرين وستقرى الانتخابات مع نهاية الأشهر الأخيرة من هذا العام وده شيء كويس جدا نسني عليها لنترك الخلافات جانبا ونسني الخلافات جانبا ونبدأ صفحة جديدة ببدأها بالاعتزار لجمهور الزمانيك في كل العالم ولأعضاء الجمعية العمومية أصدقاء الأفاضل المقربين اللي أنا على علاقة بيهم وبيكلموني وهم بالآلاف واللي أنا معرفهمش يعني بعتزر لللي عرفه واللي معرفوش لكل واحد من الجمهور أعرفه أو معرفوش هي صفحة جديدة مع الجميع وأكرر الرغائي لا تخلط الأوراق عندما أتحدث عن الأهلي أرجو أنك تعرف أني أنا بدافع عن الأهلي باستماتة وعندما أتحدث عن الزمالك سأدافع عنه باستماتة وإذا كان هناك أي خروقات حصلت مني أو أي أخطاء أقسم للمرة السابعة والعاشرة بالله الذي يهز له العرش وهو مالك السماوات والأرض ما في مرة أمرت على الزمالك ولا على نادي الزمالك ولكن كان خلافي مع الإدارة واستخدمت فيه كل الأسلحة من أجل أني أنا أخذ حقي بعدما تشتمت وتهنت وحصلت تجاوز في حقي وخلاص أنا أفرق الصفحة فمن الأهرى والأولى أن أغلق الصفحة السيئة مع جمهور الزمالك وأبدأ صفحة جديدة لنك ساعات الفجر بتوبها ساعات حلوة وكلها خير فعلشان كده الواحد بيتاجر مع الله عايزة أقولك على حاجة سامير غانم توفى منذ 24 ساعة رحمة الله عليك من الكبير سامير غانم امبراطور الدحك والكوميديا للعالم العربي كله الناس كلها بكت على سامير غانم الناس كانت بتقول ملوش مصخة مع حد أنا ما راضيش أجيب لك وأقول لك صحابي لا أنا أقول لك واحد يتوفى مبارحه وصقينا يا أخي مش من حقي أني أنا أبرص في يوم من الأيام لما موت ما يبقى بني من أي حد خلاف ممكن يكون خلاف في وقات النظر ولكن لا يرقى إلى العداء اللي كان بيني ما بين مرتضى عداء وأنا عايز نهيه واللي كان بيني ما بين الكثيرين من جمهور الزمالك سواء أعضاء جمعية عمومية أو جمهير كانوا يتخذونني عدو فكان عداء فلابد أن نكون عندي القرأة في اتخاذ قرارات تقضي على هذا العداء وأنا دائما أراهن على المروءة وعلى الإنسانية وأخاطف فيكم الإنسانية وأخاطف فيكم المروءة وأخاطف فيكم الجدعنة وأخاطف فيكم الشجاءة كمصريين ما فيش مصري ما فيش مصري إحنا كنا مشهورين بالتسامح إحنا كنا مشهورين بالأخوة والمحبة والوفاء ما فيش حد فينا كان بيقرأ حد ليه لما فيه حد بيطلع يدعو للتسامح إنت تحاربه إنت تشتمه يا أخي أنا بقولك هو حضرتك شايف إن أنا بعت القضية مع مرتضى مرصور تعال أنت تتبنها شايف أني أنا تخليت عن مباتي تعال أنت وريني نفسك الأي حد مش عقبامه بدرة التصالح واعتزاري لمرتضى مرصوره للزمال كوية ييجي حضرتك يوريني نفسه ولو حد رفع عليه قضية بربع جنية يوريني عينان في بيتهم ونعروه يستخبط تحت السرير دايما لما تتكلم تتكلم كلام تأدو فين كل الناس اللي أعلنت إنها هي ستحارب مرتضى مرصور بالعكس أنا أقرأ واحد فيهم حربت علنا واعتزرت علنا انتصرت علنا وقررت غلق الصفحة وأنا منتصر علنا لكن هم حاربوا في السر وهم مستخبيين وعايزين يخلونا نتصدر للنهاية وهم أنبياء صالحين وذبه سعبر بالضرد مننا ومستخبيك過